الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى المجتبة صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد ثم أما بعد إن شاء الله بدي أقول قصيدة للدكتور سعود الشريم حلوة جدا وعدت يوما بالطلي من صاحب التفضل على عاشاء حافيل في ليلي يوم أليالي حتى أذوق مطعما بطعمه المفلل فجئته مهرلا وصرت وسط المحفال وقد رأيت فرحاتا على الوجوه تعتال فصافحوا وأفصحوا وصحصحوا للقبل وأنشدوني يا هلا يا لالالي يا لالي يا ضيفنا لو زرتنا لا تدرك النام يالي أنا ضيوف عندكم وأنت رب المنزل يا ابن الشريم مرحبا في مرحب رحب السلي وقد شممت طبخة بالفلفل المفلل تشدني بنكهة تشدني بنكهة شديدة تتغلغول فجاءنا بقهوة تروح بالقورنفول ونبت تمر خصال خلاص خالص خالي فذقتوا منه ضوقاتا من المذاق المدهل وفي الجريش طعمات وشبعة للآكل نسيغوه بلذة من طيب هذا المأكال وفي الإدام بلغات بطعمه المفضل وقد أتوا بخبزة من بر بعل قد صول تفردوا بصنعها محاطة بالعسال فقلت جاء مطلبي وذاك لا فليس لي وقد داموا لي سماكا ونوعه من ناجلي ومد لي سمبوسات لما عات من القال فخفت من دهونها والدهن داء منبول ومعدات حاميتها بحمية التقلل من كل دهن فاتك فتكا كفتك الكال رددتها فقلت لا فالدهن سهم المقتل ونوع فواكه خلت من السفرجل وفي الحال كرامة كريمة الكرامل وقد جلا جلا الذي جلا من الحلاجل وفي الختام أحضر لبعضنا أم علي أكلت قصطا كاملا فكاد البطن يمتال جزا الإله من دعا إلى العشاء الأشعال جزاء خير خيروه أخير خير أخيال فهذه قصيدات مصاغة من الحول شبهتها بقوله صوت صفير البلبل أقول في مطلعها بعدت يوما بالطل اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد إن شاء الله عز وجل اليوم بدنا ناخد الأزمة أول شيء إيش يعني أزمة أزمة عبارة عن إكرونيك مش أكيوت لا إكرونيك إنيفلاميشن دي سورتو تمام يعني الأزمة عبارة عن إنيفلاميشن وهي بتكون ريكارانت إبيسود إيش يعني ريكارانت إبيسود ريكارانت يعني بتروح وبترجع بتروح وبترجع طيب إبيسود إبيسود يعني بتكون أتاك يعني مريض الأزمة بتجي نوبة الأزمة مثلا ساعة ثم بتروح بعد فترة ابتيجي ساعة ثم بتروح بعد فترة بعد أسبوع أسبوعين ثلاثة ابتيجي ساعة ثم بتروح فهي عبارة عن إبيسود عبارة عن أتاك طيب إيشو هي الأزمة إبرونكو سبازم إبرونكو سبازم واللي بميز مريض الأزمة بيكون عنده سويزنج إيش يعني سويزنج؟ صفير إخوانا مريض الأزمة فيش عنده مشكلة في دخول الهواء إنما المشكلة في خروج الهواء لأنه الأزمة أحد أقسام البالموناري فمريض الأزمة فيش عنده مشكلة فيه دخول الهواء فهو بتنفس هيأخذ لكن لما بده ييجي يطلع الهواء هيكت بيطلعه بيعص حاله عشان يطلع الهواء لأنه ليش لأنه يخوانا عنده طيب بيكون عنده مش قادر يتنفس يعني لما تيجي له نوبة الأزمة طيب إيش هي نوبة الأزمة بتيجي فيه فترات متقطعة يعني ممكن في الشهر مرة طيب لما تيجي له بتكون عنده برونكوس بازم صفير عنده خروج الهواء مش قادر يتنفس وهادي خاصة بتكون في الليل أو في الصباح الباكر طيب الهول مارك لمريض الأزمة intermittent يعني بشكل متقطعة مؤقتة intermittent وreversible مع الأدوية يعني لو أنت أعطيته برونكو ديليتور بتحسن على عكس الإنفيزيمة اللي هي COPD الإنفيزيمة وي كرونيك إبرونكايتس كانت irreversible طيب مريض الأزمة بيكون عنده كرونيك إبرونكيال انفلاميشن بيكون عنده يوزينوفيل على عكس COPD ما كانتش إيوزينوفيل طيب بيكون عنده السموث مصل هايبروتروفي وهايبر ري أكتيفتي تمام حناخدها إن شاء الله لقدام بيكون عنده ميوكاس هايبر سيكريشن طيب زي ما احنا قلنا مريض الأزمة كرونيك انفلاميشن طب ما هو الانفلاميشن بده سيل بده خلايا هاد الخلايا زي الماص سيل الايوزينوفيل لاحظ ما يميز خلايا الانفلاميشن في الأزمة عن COPD انه في الأزمة بتلاقي ايوزينوفيل وماص سيل وطبعا بتلاقي ماكروفيج وليمفوسايت ونيوتروفيل وإبيثيليال سيل هدول الخلايا كنا نلاقيهم في الكرونيك برونكايتس لكن ما كناش نلاقي ايوزينوفيل وماص سيل تمام طيب الآن الأزمة زادت في العالم الغربي بشكل كبير جدا طب ليش بسبب الهيجين هيبوثيسز اللي هي من سميها نظرية النظافة الزائدة في العالم الغربي دايما خاصة في اللي تشيلدرين بيغسلوا بيغسلوا ايديهم كتير فاعندهم نظافة زائدة دايما بيغسل ايده تمام وما بتعرض للبكتيريا للإنفكشن للمايكروب للمايكوروغانيزم فلما يكبر لما يكبر إذا تعرض للمايكوروغانيزم بيصير عنده أزمة على العكس العالم الشرقي العالم الشرقي أو المخيمات أو كده بيكون الصبي دائما ايدام لوثات دائما بيلعب بالتربة بيغسل شئيده كتير تمام وبالتالي دايما بتعرض للمايكوروغانيزم دايما بتعرض للإنفكشن دايما في نهاية المطاف بتصير عنده توليرانس بتصير عنده إميون توليرانس لهذه المايكوروغانيزم فلما يتعرض إلها لما يكبر مش رح يصير عنده إشي فمش دايما يخواننا النظافة كويسة مش دايما النظافة الزيادة مش كويسة فيها إيجابيات الفاكتور اللي بتعمل للأزمة أول إشي الجينيتك اللي كنا نسميه زمان طيب واحد هايبر سنسيتيفتي إميديات هايبر سنسيتيفتي أتوبي يخوانا سواء قلت أتوبي أو طيب واحد هايبر سنسيتيفتي أو إميديات هايبر سنسيتيفتي كل نفس الإسم عند هدول الأشخاص الجينات تبعتهم بتكون عندها استعداد جيني إنه يصير عند هذا الشخص أزمة طيب في أنا عندي برضو الأكيوت أند كرونيك ما احنا قلنا هنا في أنا عندي الإيوزينوفيل النيوتروفيل الماكروفيج الليمفوسايت يعني أيضا إخوانا البرونكاي بتكون عندها هايبر ريسبونسيف نس لفاياريتي من الاستيميولاي يعني بتكون عندها استجابة زيادة عن اللزوم مثلا لحبوب اللقاح يعني مثلا أنا لما أشم حبوب اللقاح بيصير إش عندي إشي كبيرها ممكن أعطس كبيرها لكن شخص تاني مريض الأزمة لما يشم حبوب اللقاح بيصير عنده ريسبونس واستجابة زيادة عن اللزوم فبيصير عنده إبرونكوس بازم وبيصير عنده الأزمة يخوانا الأزمة إبرونكوس بازم وسويزينج هنا بكلينيكل الأزمة لازم تقول لي إبرونكوس بازم لازم تقول لي سويزينج هدول التنتين بيميزوا الأزمة عن باقي الأمراض تمام؟ إبرونكوس بازم وسويزينج اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد الآن الأزمة يا أخوانا بتنقسم إلى إشي عامل وراثي وإشي مش عامل وراثي يعني إشي في أنا عندي فاميليا يعني هذا الشخص بتحسس من حبوب اللقاح بتسأله بتقول له أخوك بتحسس عمك بتحسس أبوك بتحسس من حبوب اللقاح بيقول لك آه هذا الأزمة من سميها أتوبك فالأتوبك أزمة يعني في أنا عندي جينات اللي مسؤولة عن هذا الإشي تمام طيب إن أن أتوبك أزمة ما في الشي جينات مسؤولة عن هذا الإشي ففي الشي جينيتك جينيتك هستوري طيب الآن مين الأشياء اللي بتعمل الترقر للأزمة أشهر أشياء زي الفايروس الفايروس يا أخوانا بتعمل ترقر للأزمة خاصة عند النرن أتوبك أزمة تمام طيب برضو حبوب اللقاح بعض الفيومز يعني بعض الدخان بعض الملوي حبوب اللقاح يعني هالجيت حناخدهم إن شاء الله هالجيت حناخدهم الآن أنت الباترين تبع الأزمة إحنا قلنا الأزمة راح تلاقي انفلاميشن طب الانفلاميشن بدها سل في غالب غالبية العظمى لمريض الأزمة راح تلاقي يوزينوفيل وماست سل وماست سل مست كومون تمام طيب لكن ممكن باترين آخر ها شكل آخر للأزمة إنه يكون عند هذا الشخص لنيوتروفيل هي الكثيرة لكن شكل آخر للأزمة كل إشي نيوتروفيل إيوزينوفيل ماكروفيج لينفوسايت طيب شكل آخر للأزمة تلاقيها باوسي جرانيولوسايت إيش يعني باوسي باوسي يعني قليل جرانيولوسايت يعني الجرانيولوسايت بتكون قليلة طيب من هي الجرانيولوسايت الإيوزينوفيل والنيوتروفيل والبيزوفيل فبتكون الإيوزينو والنيوتروفيل والنيوتروفيل والبيزوفيل بتكون باوسي اللي هي كنا نسميها الجرانيولوسايت اللي هي بوليمورفيك نيوكلياي هدول الخلايا بتكون باوسي ليش بتكون باوسي لأنها باوسي الجرانيولوسايت فبتصير اليد العليا للليمفوسايت للليمفوسايت إذن مريض الأزمة أنا لما بدي أشوف الباترين تبعه شكله ممكن ألاقي عنده مليان إيوزينوفيل ممكن ألاقي عنده مليان إنيوتروفيل ممكن ألاقي البوليمورفك إنيوكلياي قليلة فبتكون اليد العليا لليمفوسايت اللي كنا نسميها باوسي إجرانيولوسايت باوسي قليل إجرانيولوسايت أي إجرانيولوسايت قليلة يعني بوليمورفك إنيوكلياي قليلة يعني ايوزينوفيل ونيوتروفيل وبيزوفيل قليلة فبيصير اليد العليا للليمفوسايت والماكروفيج تمام طيب وممكن تلاقي عنده كل هدول الخلايا ايوزينوفيل ماصل نيوتروفيل كده فانا عندي different battering وبالتالي حيكون different immunopathologic different immunopathologic وبالتالي different response 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 للعلاج وبالتالي بعض الاشخاص بيستجيب بالعلاج هذا لكن بعض الاشخاص ما بيستجيب للعلاج هذا لانه different battering مريض الازمة اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد الان يخوانا بدنا نعرف انه انا في عندي الازمة نعين اتوبك ونان اتوبك اتوبك بيكون الاصل خلل في الجينات هذا الشخص الجينات تبعته بتتحسس من مثلا حبيب اللقاح او من اشي معين او من الغبار فلما هذا الشخص يستنشق الغبار ها يستنشق الغبار بيصير عنده hyper sensitivity immediate type hyper sensitivity type 1 ايش يعني يعني بتصير activation لل must cell activation immune system activation لل eosinophil زيادة افراز IgE يخوانا الحساسية الحساسية الازمة الاليرجي بيكون هذا الشخص جيناته بتتحسس من حبوب اللقاح فبيصير لما مثلا مثلا انا باخد مثال حبوب اللقاح از امثال فقط مثلا هذا استنشق حبوب اللقاح فجهاز المناعة بيصير اله activation حبوب اللقاح بتعمل immune stimulation immune activation فبتعمل hyper sensitivity type 1 activation لل must cell activation لل eosinophil فبتصير الاشياء اللي موجودة داخل المط cell وال eosinophil يصير الها release تمام يعني دي granulation لل mast cell release للميدياتور من eosinophil طبعا المast cell فيها الهيستامين والهيستامين بيعمل bronchoconstriction بيعمل bronchoconstriction وال eosinophil بتدخل في l-inflammation بشكل كبير وال muscle ايضا بتدخل في l-inflammation وبرضو هذا كله بيزود l-mucos secretion بيزود l-mucos secretion يعني بيزود l-gland وال goblet cell تفرز mucos طيب الان يا اخوانا اصلا طبعا يعني الالو دخل بال immune system الالو دخل بال l-g-e الالو دخل بال eosin وال muscle هذا كله يا اخوانا طبعا بيصير انا عندي اترقر يعني l-t-helper 2 cell l-t-helper cell طبعا يا اخوانا مش انا لما احفز l-immune system اذا بحفز خلايا l-immune system زي مين زي l-t-lymphocyte طب l-t-lymphocyte نوعين cytotoxic telymphocyte و-t-helper telymphocyte انا بحفز l-t-helper telymphocyte طب l-t-helper انواع عديدة انا بحفز l-t-helper 2 انا بحفز l-t-helper 2 اذا وهذا بيكون وين في الاتوبك ازمة طيب في ال-non اتوبك ازمة هادي اخوانا شطبوها واكتبوا non في ال-non اتوبك ازمة على عكس الاتوبك ازمة طيب الان يخوانا الاتوبك ازمة برضو بيسموها extrinsic ازمة ال-non اتوبك ازمة بيسموها intrinsic ازمة لاحظ النون هادي مع النون in مع النون intrinsic ازمة يعني non اتوبك الاتوبك ازمة the most common type the most common type اللي هي الاتوبك اللي هي الاكسترينسيك اللي هي immediate type hyper sensitivity type 1 طيب اللي هي الها دخل بال-IGE و ال-T Hilbert type 2 مهمة تقولي T Hilbert type 2 طيب طيب هارجيتي هدول هدول الاشخاص بيكون عندهم immune response to the environmental antigen زي الاليرجين زي الدست زي البولين زي الدندر الدندر يعني يعني الوبر الوبر تبع الانيمال زي الفود زي الانفكشن طبعا يخونا واحد قال طب ما هيو انت قلتلي هانا الانفكشن هيك انت قلتلي هان الانفكشن في الاتوبك ازمة كيف انت هانا في الان اتوبك ازمة قلتلي برضو هانا في انفكشن بقولك في الاتوبك ازمة بكون الانفكشن واحد من مليون حاجة بتعمل اتوبك ازمة لكن يعني يعني اطلع حبوب اللقاح الغبار الوبر الفود الدندر الطاست البولين كل هذا بتعمل اتوبك ازمة وايضا الانفكشن ممكن يعمل اتوبك ازمة يعني الفايرل انفكشن ممكن يحفز جهاز المناعة واذا حفز جهاز البناعة بيعمل اتوبك ازمة طب في الان اتوبك ازمة الفايرل انفكشن بيكون جزء اساسي يعني بيكون واحد من الاشياء الرئيسية اما الانفكشن هنا في الاتوبك ازمة بيكون واحد من اشياء كتيرة لكن في الان اتوبك ازمة الفايرل انفكشن بيكون واحد من اشي أساسي تمام طيب أيضا يا أخوانا الأتوبك أزمة بتلاقي لما تعطي لهم بتحسنه لما تعطيهم برونكو دايليتور بيصير لنا عندي كوريكت بتحسن طيب طبعا يا أخوانا الأتوبك أزمة بيكون عندهم في الإيرف لو يعني مش قادر يتنفس في الإكس بيريشن طيب النون أتوبك أزمة نون إميون استيميولاي ملهج دخل في الإميون ريسبونس تمام ملهج دخل في الإميون استيميولاي اللي بيحفزها بشكل أساسي الفيروس ممكن برضو الكولد السايكولوجيكا لستريس الإكسرسيز تمام طيب هذه الأخيرة هذه الأخيرة يا أخواننا أنا كعبد الرازق بشطبها بشطبها أنا كعبد الرازق أنتو بتكم تشطبوها أنتو حرين تمام طيب إذن في الأتوبك أزمة بتلاقي الشخص بتحسس من أشياء كثيرة طيب الآن في الأتوبك أزمة لأنه بيكون الإشي جيني الإشي ويراثي فبتكون في العادة بتكون عند الصغار في الأطفال تمام وبتكون positive للفاميلي هستوري أوف أتوبي بنسميها أتوبك وبتكون الآي جي إي مرتفعة طيب وبكون مدال من الشخص بيكون عنده hyper responsiveness وبيكون عنده الجينات تبعته له hyper responsiveness وبيكون عنده أزمة برضو يخوانا بتلاقيه برضو عنده حساسية في الجلد بما إن الشخص عنده حساسية في الرسبيراتوري بيكون أيضا عنده حساسية في الجلد ويخوانا في نهاية المطاف هذا الشخص بتلاقيه بتحسس من أشياء كتيرة فبما إنه بتحسس من أشياء كتيرة ممكن تلاقي عنده أيضا حساسية في الجلد يعني تلاقي عنده positive skin test تمام تلاقي عنده يورتكارية يورتكارية تلاقي عنده allergic rhinitis تلاقي عنده إيه إيش؟ ريانitis تلاقي عنده إكزيما إكزيما لأنه يا أخوانا جيناته عندها إيشي بتخلي هذا الشخص يتحسس يتحسس فيه في الرسبيريشن وأيضا في الجلد تمام؟ فيه يا أخوانا فحص أخدناه فيه في الاميون الفصل اللي فات اسمه راست راست تست الراست تست بيكون عند هذا الشخص من نقدر نعرف الشخص من إيش بتحسس بالراست تست تمام؟ هدقيت هذا الشخص بيكون جيناته عنيدها إيشي بتخلي هذا الشخص يتحسس من بعض الأشياء فبتلاقي الskin test عنده بتلاقي positive بتلاقي شايفين allergic test allergic test بتلاقي الskin test عنده يا أخوانا إيش ماله positive الskin test عنده إيش positive طيب الآن الانترينسيك أو النون أتوبك أزمة اللي كنا في الغالب بتكون من الفيرل انفكشن ملهاج دخل في الفاميري هستوري هو أجه فيروس دخل على الجسم عمل عنده أزمة بس إن شاء الله هذا الفيروس دخل على أي جسم بيعمل عنده أزمة أعيد دخل فيروس على الجسم عمل أزمة خلص لو هذا الفيروس دخل عندي أنا أو عندك أو عندها أو عنده أو مش عارف عدمين بيعمل عنده أزمة فملوش دخل في الجينات تمام بيصيب أي عمر بيصيب أي الأليرجي طيب وكمان يا أخوانا ليش هلقيت طب كيف بيعمل أزمة أنا قلت لكم إيش الأزمة؟ الأزمة قول لي حاشتين إبرونكوس بازم وسويزنج إبرونكوس بازم وسويزنج يعني هذا الفيروس بيعمل إبرونكوس بازم وبيعمل سويزنج عند هذا الشخص وبين من عنده بعض الأشياء هناخدها إن شاء الله طيب اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد الآن الأتوبك أزمة الـ Type 1 Immediate Hyper-Sensitivity بيصير عندي Activation للتيهي البرسطو and Production IGE Antibody Sensitization of the Mass Cell بواسطة IGE Antibody Activation of the Mass Cell and Release Mediator هذا كله بيصير في Early Immediate Phase بعد كده فيه حاجة نسميها Late Phase Late Phase بتحدث بعد ساعات ممكن تستمر لـ 12 ساعة ممكن تستمر لـ 15 ساعة ممكن طب بس الأزمة بتروح يعني أعراض الأزمة بتروح تمام؟ هجد حنشوف إش يعني Late Phase بعد كده فيه أنا عندي الـ Remodeling اللي رح يعمل الـ Remodeling هو الإشي اللي بيجي بعد الـ Late Phase بيصير Remodeling حنفهمها إن شاء الله لكوا قدام الآن بالله عليكم خلونا نركز في الرسمات هدول لاحظ لاحظ في الوضع النورمل ها في النورمل هي الصورة مش واضحة كتير لكن خلونا بس معلش نلاحظ شوية كده هو الوضع النورمل تمام؟ تمام طيب في الوضع النورمل شايفين يا أخواننا هالجيتي هاي الإبثيل يال صح؟ تمام وتحت الإبثيل يال في بيزمت ميمبرين تحت البيزمت ميمبرين في طبقة كل جين لكن شايفين قديش رفيعة جدا 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 لاحظوا يدوب مبينة خلصنا يدوب مبينة طيب شايفين السموث مصل سل في الوضع النورمل قديش صغيرة قديش الثك تبعتها صغيرة السموث مصل سل شايفين الجوبلتسل عددها قليل تمام؟ طيب شايفين الميوكس قديش قليل؟ شايفين الميوكس قديش؟ الميوكس اللي باللون الأخضر الميوكس اللي باللون الأخضر شايفين الجلاند أيضا عددها قليل هذا يا إخوانا وين في الوضع النورمل بالله عليكم خلونا نركز هل أنتوا شايفين إيوزينوفيل لا طيب نيجي على الوضع اللي بيكون في الأزمة طيب شايفين في الأزمة كيف الميوكس اللي باللون الأخضر صار thick وزيادة فيه إفراز الميوكس طيب ظهرت عندي الإيوزينوفيل طيب شايفين عدد الجوبلتزيل الجوبلتزيل كبرت في الحجم وعددها زاد للضعف بل أكتر عددها زاد وكبرت في الحجم طيب شايفين البيزمنت ميمبرين يحتوي على كل جين بشكل كبير طيب شايفين يا إخوانا خلايا الإيوزينوفيل طيب شايفين خلايا الماكروفيج اللي باللون الأصفر هايها خلايا الماكروفيج بس معلش خلايا الماكروفيج يا إخوانا باللون الأصفر بدأ حاول أعلم عليها خلايا الماكروفيج بتكون باللون الأصفر شايفين باللون الأصفر طيب الآن شايفين يا إخوانا خلايا الماست صل اللي باللون الأخضر هذا هذا كله ماست صل طيب، شايفين خلايا لنيوتروفيل؟ هدولا لنيوتروفيل، شايفين؟ هدولا في مريض الأزمة شايفين خلايا الليمفوسايت؟ الليمفوسايت هدول، تمام؟ خلايا الليمفوسايت طيب الآن فإذن لقيت إيوزينوفيل لقيت هنا طلع في اللامنة إبروبريا لقيت إيوزينوفيل لقيت الماكروفيج لقيت الماصل لقيت النيوتروفيل لقيت الليمفوسايد شايفين الجلاند قديش عددها زاد صح ولا لا الجلاند قديش عددها زاد شايفين السموث مصل كيف صار إلى هايبروتروفي إذن انت يا أخوانا بتقدر اتميز هالجيت بين النورمل اللي فوق والأبنورمل يعني في الأزمة اللي تحت تمام طيب الآن نيجي أنا يا أخوانا طبعا الآن نتكلم في الأتوبك أزمة طيب واحد هايبرتينسيتيفتي إميديا دخل البولين أو الإشي الشخص اللي أنا بتحسس منه طيب يعني الأليرجين فأجت الدينتريتك سيل هايها الدينتريتك سيل عملت انغالف مثل هذا الأليرجين بعد كده عملت إلو بروسيسينج وبرزنتيشن على الميجور هستو كومباتابلتي تايب 2 فأجت التي هيلبر سيل التي هيلبر تايب 2 أجت ارتبطت على الميجور هستو كومباتابلتي تايب 2 وصار اكتيفيشن للتيه البارسل لما صار اكتيفيشن للتيه البارسل أفرزت انترلوكين أربعة بس إخواننا الرسمي مش واضحة هي انترلوكين أربعة يعني هنا أربعة فأفرزت الانترلوكين أربعة الانترلوكين أربعة بيروح على البيلينفو سايد وبيخليها تتحول إلى بلازما سيل هذه الابلازما سيل تفرز IGE فقط تفرز IGE فقط الـ IGE Antibody بيروح على الماسسل وبيرتبط في الماسسل وبيعمل اكتيفيشن للماسسل لما يعمل اكتيفيشن للماسسل بتصير الماسسل تفرز الأشياء اللي موجودة بداخلها زي مثلا تفرز الهيستامين اللوكوتراين البروستا جلندين وانت عارف الهيستامين واللوكوتراين والبروستا جلندين هدولا بيسووا إبرونكو كونستريكشن يعني بروحوا على سموت ماسسل اللي في البرونكاي وبيعملولها إبرونكو كونستريكشن طيب أما على البلد فيزل بيعملوا بازو ديليتور فعلى البلد فيزل بيعملوا ديليشن على البرونكاس على البرونكاس أو على التراكية بيعملوا كونستريكشن بيعملوا إيش كونستريكشن طيب لما يعملوا بازو ديليتور بيزودوا البرميابيليتي ولما يزودو البريميابلتي بيزودو الاديمة لما بيزودو البريميابلتي بيزودو ايش بيزودو الاديمة ايضا يا اخوانا بيصير ايضا انه برضو انا بحفز الفيغاس ريسبتور الفيغاس ريسبتور بيكون تحت خلايا الايبثيليم يخوانا هاي خلايا الإبيثيليام تمام تحتيها بيكون الفيغاس ريسبتور هايه هاي الفيغاس ريسبتور تمام هاي الفيغاس ريسبتور فأنا لما بعمل اكتيفاشن الفيغاس ريسبتور الفيغاس ريسبتور عبارة عن بارا سيمباتاتيك البارا سيمباتاتيك بيعمل إبرونكو إسبازم إبرونكو إسبازم إذن طيب أيضا يخوانا الماصد سيل بتفرز انتر لوكين خمسة وايضا التيه البرتو بتفرز ايضا انتر لوكين خمسة الانتر لوكين خمسة بيروح يا اخواننا ايش وظيفة الانتر لوكين خمسة بيروح بينادي الايوزينوفيل وبعمل اكتفايشن ل الايوزينوفيل طيب خلايا الإبيثيليام أيضا بتفرز الإيو تاكسين الإيو تاكسين عبارة عن كيمو كاين الإيو تاكسين عبارة عن كيمو كاين بيعمل أكتيفاشن وأجريجيشن للإيوزينوفيل أكتيفاشن وأجريجيشن للإيوزينوفيل طيب خلايا الإبيثيليام أيضا طبعا اخوانا خلايا الابيثيليم اللي موجودة في الريسبيراتوري اير او ريسبيراتوري تراك او ريسبيراتوري ايروي خلايا الابيثيليم عبارة عن سود ستراتيفايد سيلياتد كولامنر كولامنر فخلايا الابيثيليم الكولامنر هادي ما انتو عارفين خلايا الكولامنر بتقدر تعمل ريليز لاشياء كتيرة خلايا الكولامنر بتقدر تعمل ريليز فخلايا الكولامنر ايضا بتفرز انترلوكين 13 انترلوكين 13 تمام معلش معلش يا اخواننا معلش سمحوني جدا 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 معلش يا اخوانا سمحوني جدا التهيل بارتو سمحوني جدا التهيل بارتو ايضا بتفرز انترلوكين 13 الانترلوكين 13 بيروح على الجلاند وعلى الجوبلت سيل بخليها تفرز لميوكس بخليها تفرز يخوانا إيش لميوكس اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد فيخواننا أنا بيقسم الأزمة لمرحلتين بيقسم الأزمة لإميديا فيز وهذه بتصير خلال دقائق خلال دقائق عشان كده سموها إميديا هايبر سينسيتيفتي طايب واحد إميديا فيز وفي أنا عندي الليت فيز الليت فيز تحدث بعد دخول حبوب اللقاح بساعات أما الإميديا فيز تحدث بعد دخول حبوب اللقاح خلال دقائق خلال دقائق يعني أخوانا ممكن الشخص بتحسس من بعض العطور فلما يستنشق العطر بتصير عنده الأزمة هذه بتكون في الإميديا فيز إيش بيكون؟ بيكون الهستامين يفرز فلما الهستامين يفرز واللوكوتراين والبروستا جلندين بيعملوا برونكو كونستريكشن فازو فبيصير عنده إديمة وكمان وجهه بتلاقيه أحمر وجهه بتلاقيه في اللاشنج بتلاقيه أحمر وبتلاقي عنده إديمة في الرسبيراتوري تمام؟ وبتلاقي الـ IGE مرتفعة وبتلاقي الماث سيل اكتيفاشن خلصنا أما بعد طبعا وهذا يا أخوانا لو أنت عطيت له برونكو دايليتور خلص أنت بتحل المشكلة بتحل إيش؟ مشكلة التنفس لأنه البرونكو سبازم بتعمل عنده سويزنج وبريث لسنس يعني بيقدرش يتنفس وكاف وشيء زي كده فأنت عطيه له برونكو دايليتور طيب أما الليت فيز اللي هي بعد دخول حبوب اللقاح بساعات ممكن تستمل لعشر ساعات ممكن لخمستعشر ساعة الليت فيز هنا بيصير شغل الايوزينوفيل شغل النيوتروفيل شغل البيزوفيل خاصة يا أخوانا شغل الايوزينوفيل بيصير الايوزينوفيل تفرز ميجور بيزيك بروتين وتفرز كتايون بروتين هدول البروتينات بروحوا بيعملوا دمج دمج للإبثيل يلسل شايفين بيعملوا دمج شايفين البيزيك بروتين والكتايون بروتين لما أفرزت أدول البروتينات صار أنا عندي دمج للإبيثيل يلسل صار أنا عندي دمج للإبيثيل يلسل فعدد خلايا الإبيثيل يلسل قل يخونا تأثير طبعا يخونا بعد ما أنت تعمل دمج للإبيثيل يلسل تمام بدو أنا يصير أنا عندي ريمودي بدي يصير أنا عندي ريمودي بدي يصير أنا عندي ريبير طيب كيف صار أنا عندي دمج للإبيثيل يلسل في الليت فيز لما صارت الإيوزين وفيل أفرزت البروتينات اللي داخلها أفرزت الميدياتور اللي داخلها وهذا بدو ساعات بدو إيش ساعات عشان يصير عشان يحدث وبعد الليت فيز بدي يصير أنا عندي الريموديلينج فالريموديلينج إيش بيصير بيصير بواسطة الفايبروسيز فبيصير أنا عندي ديبوزيشين للكل جين ديبوزيشين للكل جين تمام أيضا إخواننا التهيل بارتو والماست سيل والإبيثيليال سيل برضو بتفرز كيموكاين هاد الكيموكاين بتعمل أتراكشن لتيهيل بارتو أكتر وبتعمل أتراكشن للوكوسايت أكتر فلما تيجي لتيهيل بارتو تيجي على مكان الإنفلاميشن برضو بتفرز كيموكاين اللي تروح تعمل أتراكشن للتيهيل بارتو والإبيثيليال سيل تفرز كيموكاين تعمل أتراكشن للتيهيل بارتو فهذا يا أخوانا بيعمل بوزيتف فيدباك ما هو التيه البردو برضو راح تعمل attraction للماصل فهذا كله عبارة عن positive feedback اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد إذن فينا عندي الأزمة فينا عندي immediate phase اللي منسميها intense phase يعني فيها الشخص اللي مش راح يقدر يتنفس اللي راح تظهر عليه أعراض إيش الأزمة وإحنا قلنا بيكون أنا عندي وجهه أحمر vasodylator, edema, bronchospasm أما طبعا وبيصير inflammation يا بيصير أنا عندي inflammation أما في late phase في late phase بعمل amplification للinflammation بعمل إيش? amplification للinflammation يعني أنا اللي بيبدأ الinflammation مين اللي بيعمل وإنشياتي للإنفلاميشن هو الintense immediate phase لكن اللي راح يعمل اللي راح يعمل amplification للإنفلاميشن هو مين? هو الليت phase اللي راح يعمل amplification للإميون سيل هو الليت phase والليت phase بيعمل الليت phase بيجيب أكتر إيوزينوفيل بيجيب أكتر إنيوتروفيل بيجيب أكتر بيزوفيل بيجيب أكتر تيه البارتو كل هدولة بدهم يعملوا دمج للإبثيل يمثل دمج للإبثيل يمثل الليت phase تحدث بعد ساعات من إيش؟ من دخول الإيريتانت من دخول إيش؟ الإيريتانت وبعد الليت phase بدي يصير أنا عندي الريمودل الريمودل الآن أنا يا إخوانا لما كل شوية يظلوا يصير عندي أزمة 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 وكل شوية أنا بدي أعمل دمج للإبثيل يمثل في أخوانا بيصير الوال تبع البرونقاي والإتراكية بده يتغير بده يتغير كل ما تيجيني repeated bout of inflammation كل ما تيجيني نوبات الـ inflammation بدي يصير أنا عندي immediate phase لكن بعد كده بدي يصير أنا عندي late phase يخوانا اللي بيعمل واللي بيغير الوال تبع البرونقاي هو اللي بدي يغير الوال تبع البرونقاي هو late phase لماذا؟ لأنه في late phase أنا بظني أعمل damage طب لما أظني أعمل damage 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 كل ما يصير أنا عندي inflammation كل ما يصير أنا عندي bout يعني نوبة كل ما يصير عندي نوبة من inflammation بدي أظني أعمل damage للإبيثيليا في نهاية المطاف بدي أعمل structural change في الوال برونقاي طب كي إيش بغير بعمل بزود thickness يعني hypertherophy لل smooth muscle والميوقاس بزود عدد البلط فيزل اللي موجودة في البرونقاي فبيصير أنا عندي increased vasculatory بزود عدد البلط فيزل بعمل position للكلاجين تحت طبقة الإبيثيليام صد إبيثيليام تمام؟ هذا كله بيصير في وقت مبكر كل هذا هذا التغيير بيصير في وقت مبكر لكن بيصير شوية 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 وبيصير في وقت مبكر يعني في بداية ظهور الأزمة لكن عشان السمطم تظهر بدها سنوات عشان السمطم تبدأ تظهر بدها إيش سنوات اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد يعني إخوانا لو أنتوا شايفين بس في 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 الاميديات فيز وفي الليت فيز شايفين في الاميديات فيز ايش بيكون أنا عندي فازو ضايليتور كنجش في البلط لأنه الفازو ضايليتور مع كنجش في البلط بيكون أنا عندي إديمة كن عندي إيش إديمة وهذا كله بيصير من الماصد صل للهيستامين اللوكوتراين لبرستا جلندين تمام أما في الليت فيز بيصير شغل الإيوزينوفيل والإنفلاماتوري إنفليتريش ريش الإيوزينوفيل والنيوتروفيل والتيسل فبيصير أنا عندي شايفين إيوزينوفيل نيوتروفيل تيسل ماكروفيج هدول إخوانا بتعمل للكولاجين وكذا تمام الآن بعض الأدوية بتعمل للأزمة زي الأسبيرين زي الأسمرين عشان كده مريض الأزمة ممنوع تعطيله نونستيرويض الأنتفلاماتوريدراج الأسبيرين ممنوع لأنه الأسبيرين بزود الأزمة بزودش الأزمة فبعض الأشخاص بتحسسوا من الأسبيرين بتحسسوا من الأسبيرين فلو إنت بدك تعطيله سيول في الدم تعطيهش أسبرين ما انتو عارفين الأسبرين بعمل سيول في الدم فانت لو بديك تعمل سيول في الدم ممنوع تعطيله أسبرين أعطيله دواء آخر لأنه هدول الأشخاص تحسسوا من الأسبرين طيب طب لو أعطيت له أسبرين رح يصير أنا عنده أسبيرين سينستيف وبالتالي ريكانت ريانايتس كل ما تعطيله أسبرين بصير عنده ريانايتس نيزل بولت يورتاكيا أند إبرونكو إسبازم يورتكيريا يورتكيريا طيب الآن طب ليش هدول الأشخاص بتحسسوا من الأسبرين بالظبط بالظبط مش عارفين بالظبط بالظبط إيش مش عارفين لكن إيش بيقوله العلماء بيقوله أكيد في أنا عندي خلل في البروستا جلندين ميتابوليزم أكيد طب إيش هو الخلل مش عارفين لأن الأسبرين زي ما انتوا عارفين بيعمل انهيبشن للسايكلوكوكسيجينيز فهدول الأشخاص بيكون عندهم خلل في البروستا جلندين ميتابوليزم تمام طيب لكن إيش هو وكذا مش عارفين طيب في أخواننا الأزمة من سمنيها أكيوبيشنال أزمة أكيوبيشنال يعني وظيفة أو مهنة أو شغل أو عمل فبعض الأزمة بتكون نتيجة العمل أو نتيجة المهنة يعني بعض الأشخاص بتلاقيه بيشتغل في البترول بعض الأشخاص بتلاقيه بيشتغل في الأشياء اللي بتصنع البلاستيك أو بتصنع الصمغ يعني في الأشياء الفيومز يعني في الأشياء اللي فيها دخان في الأشياء اللي بتطلع دخان بتطلع إيش دخان زي إخواننا الإيبوكسي ريزينز الإيبوكسي ريزين هي مادة كيميائية تستخدم لصناعة الصمغ المهم بتطلع دخان أو بعض المهن زي اللي بيشتغل فيه الأورغانيك والكيميكال داكس زي الوود زي القطن زي البلاتين أو بعض الأشخاص اللي بيشتغلوا في الجاز أو الكيميكال أو بعض الأشخاص اللي بيكونوا سكنين عند هدول المصانع عند هدول المصانع المصانع اللي بتطلع دخان تمام؟ فهذا التلوث بسموه أزمة أكيوبوشنال لأنه بيكون الأزمة نتيجة الشغل يعني هذا الشخص كده شغله كده مهنته فممكن يصير عنده أزمة من هذا الدخان فلما يصير عنده أزمة لازم يبعد عن شغله أو لو كان ساكن في هذه المنطقة لازم يبعد عن هذه المنطقة طبعاً الأزمة بتصيرش من أول ما يتعرض الشخص لهدول الأنتيجين إنما repeated exposure بتعرض يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم يتعرض لهدولا بيضلوا يتعرض بيضلوا لما يصير أنا عندي repeated exposure يعني مش من أول مرة لما يتعرض لهدولا الجاز لهدولا الورجان الكميكال لهدولا الفيومز مش من أول ما يتعرض إلهم بيصير عنده أزمة إنما repeated exposure فلازم يخواننا دغري يغير سكنه وشغله الآن يخواننا الأزمة في المورفولوجي تمام؟ شخص أنا لو أنا جبت تبعت الشخص اللي عنده أزمة لكن لازم الأزمة تكون سبير عشان أقدر ألاحظ إيش بشوف بعيني؟ ممكن يا أخواننا ألاقي إميوقص كبير يروح هذا الإميوقص الكبير يروح يعمل obstruction وإكلوجين للبرونكاي والبرونكيول وبالتالي لما الهوى يدخل لما الهوى يدخل داخل الألوفيولاي ما يقدرش يطلع ليش ما يقدرش يطلع يلاقي الطريقة مسكرة بإيش؟ بلميوقص بلاك وهذه اللي كنا نسميها زمان انفيزيمة فالأزمة ممكن تسبب انفيزيمة لكن إذا كانت سيفير إذا كانت إيش؟ سيفير يعني لو الأزمة كانت سيفير تمام؟ طبعا إخواننا أنا بس بدي أقول لكم شغلة لكن هذه أنا مش متأكد منها بشكل كبير مش متأكد منها بشكل إيش كبير الآن يا إخواننا بدي أعتبر هذه البرونكاي تمام؟ هاي البرونكاي طيب الآن البرونكاي في مرحلة بتكون إيش؟ شايفين قديش؟ طيب لكن البرونكاي في مرحلة عدمريضي الأزمة في الإكس بيريشن بتكون زي كده تمام؟ تمام طيب الآن لما أنت تيجي تعمل تحط كمان ميوكاس بلاك لما تحط ميوكاس بلاك في مرحلة الإنسبايريشن هاين حطيت ميوكاس بلاك هل أنت كدرت تسكر كل برونكاي؟ لا فالهوى ضل يدخل عادي حتى لما أنت حطيت ميوكاس بلاك لكن لما تيجي أنت تحط ميوكاس بلاك في مرحلة الإكس بايريشن شايفين؟ لما أنا حطيت ميوكاس بلاك في مرحلة الإكس بايريشن سكر البرونكاي والبرونكيول وبالتالي لما أجل الهوى بده يطلع ما قدرش يطلع ما قدرش يطلع فالشخص بيحاول يضغط يضغط يعمل سويزن يعمل يضغط على حاله عشان يطلع الهوى تمام في السيفير فور من الانفيزيمة من الازمة من الازمة الميوكس بيكون كبير فبيعمل فالهوى بيضل متجمع في الالفيولاي ومش قادر يطلع فبتلاقي اللنغ منفوخة over inflated over inflated بتلاقي اللنغ ايه شمالها منفوخة تلاقي اللنغ منفوخة فممكن يعمل لي انفيزيمة انفيزيمة ويخواننا فممكن انت بتعب عينك تلاقي اللنغ منفوخة ايضا يخواننا الميوكس تربى خاصبة للانفيكشن الميوكس تربى خاصبة للانفيكشن والانفلاميشن فممكن يعمل لي chronic bronchitis chronic bronchitis لميوكس ممكن يعمل لي chronic bronchitis ممكن يعمل لي productive cuff يانو ميوكس طيب الان برضو يا اخواننا بقول لي ممكن انت تلاقي اللنغ منفوخة انفيزيمة لكن في بعض المناطق ممكن تلاقي atelectasis ممكن لكن في severe form طيب الان حلقيت يا اخوان الميوكس تبع الازمة بكون شكله غريب نوعا ما ليش بكون شكله ملولو بكون شكله ايش ملولو السبيوتام او الميوكس تبع مريض مش احنا قلنا مريض الازمة بكون عنده سبيوتام هذا السبيوتام او الميوكس تبعه بكون سبايرل بكون ايش سبايرل لاكتشف هذا الاشي عالم منسميه اكريشمان فسمه على اسمه كريشمان سبايرل طيب مش احنا قلنا في مريض الازمة انا عندي ايوزينوفيل اه الايوزينوفيل البروتينات تبعت تبعت الايوزينوفيل بتعمل شكل الكريستل بتعمل شكل ايش الكريستل فبتعمل شكل خاص فبنسميها كاركوت ليدن كريستل كاركوت ليدن ايش كريستل اذا مريض الازمة بيكون الميوكس تبعه سبايرل تمام وكمان بيكون في الميوكس شيدنج من الايبثيليم شيدنج من الايبثيليم يعني اخوانا ما هو مش انا قلتلكم بيصير انا عندي دمج للايبثيليم تمام فالميوك مش في الليت في الليت في الليت فيز بيكون مريض الازمة في الليت فيز دمج للايبثيليم شيدنج للايبثيليم فبيكون الميوكس سبايرل وعليه شوية ابثيليم هذا وين بشوفه في المايكروسكوب اللي اكتشف هاد الظاهرة كريشمان فسمه هادي كريشمان سبايرل تمام طيب يعني لما انت تاخد البلغم تبعه بتلاقيه عليه شيدنج ابثيليم وسبايرل اللي هو الميوكس طيب بتلاقي برضو النيوميراس ايوزينوفيل في البلغم تبعه هاد الايوزينوفيل بتاخد شكل كريستل فبيسموها كاركوت ليدنج كريستل تمام طبعا يخوانا الريمودينينج اخدناهم طيب شايفين يا اخوانا كيف الميوكس ياخد شكل الاسبايرل شايفين شايفين هايو شكل الاسبايرل شايفين شكل الاسبايرل وشايفين الاسبيوتم عنده شيدنج من الابيثيليام شيدنج من الابيثيليام شيدنج من الابيثيليام شايفين اسبايرل الميوكس كيف كيف الميوكس بيكون اسبايرل وبيكون عنده شيدنج من الابيثيليام ان بين خلايا الابيثيليام شيدنج وبيكون برضو الايوزينوفيل ما اخدي شكل الكريستل شايفين ما أخدي شكل الكريستل فبيسموا الايوزينوفيل كاركوتليدين كريستل شايفين كيف ما أخدي الشكل هذا هيكد الشكل بيكون يعني هيكد بيكون الشكل هيكد تمام شايفين هيو شكل هذه بتكون البروتينات تبعة الايوزينوفيل هي اللي بتعمل شكل الكريستل شايفين شايفين كيف شكل الايوزينوفيل كريستل فأول ما يقول لك سبايرل فليسبيوتم وايوزينوفيل فليسبيوتم ما أخدي شكل الكاركوتليدين كريستل واللي اكتشف هذا الإشي كورشمان سبايرل على السريع قول أزمة اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد إخوانا في أنا عندي الأزمة لما أنت تعطيله دواء تمام بتروح والأزمة تستمر لساعات وخلص وبتروح ممكن الأزمة تروح لحالها سبصايد سبصايد اسبنتينيوصل لحالها يعني تستمر مثلا ساعة لساعتين مثلا وبعد كده تروح لحالها أو تروح معي الأدوية أو تروح معي الأدوية لكن لو الأزمة استمرت لأيام ومش راح تروح معي الأدوية هذه من سميها استيتس أزمتيكس وهذه بتكون الأزمة اللاي في تريتنينج ولازم التدخل الطبي وتوديه على المستشفى السريع وهذه خطيرة تؤدي إلى الوفاء ليش؟ لأنه هذه الأزمة مش راح تروح معي الأدوية وهذه الأزمة بتكون وعنيفة ممكن تستمر لأسابيع وهذه الأزمة الشخص مش قادر يتنفس فالثاني أكسيد الكربون بتجمع في الجسم وبالتالي بيعمل أسيدوسيس وهايبر كابينيا وأسيدوسيس والشخص مش قادر يتنفس هايبوكسيا تؤدي إلى الوفاء لائفي تريتنينج وإميرجنسي هيا أخواننا الأدوية اللي أنا بعالج فيها الأزمة أخواننا عشان الوقت مش حقدر أشرح هذه الأزمة معلش اقروها لحالكو يعطيكم العافية جميعا سمحوني بس والله عشان الوقت يعني شايفين الوقت طول ساعة تقريبا بعد الفيديو وانتو بتتضرروا كتير من الوقت يعطيكم العافية جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى المجتبة صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد إن شاء الله عز وجل بدنا ناخد البروكتييس البروكتييس الآن البرونكيكتاسيز البرونكيكتاسيز يعني في البرونكاي الآن يا أخوانا المحترمين البرونكاي اللي بحميها هو مين هو السموث مصل والإلاستيكتيشوز اللي موجود فيها يعني لما أنت يا أخوانا بدك تاخد نفس ها ها قاعد باخد نفس ها ها أخدت انهاليشن هلقيت هاض النفس يا أخوانا الأصل يوسع البرونكاي ها الأصل يخلي البرونكاي تتمدد لكن السموث مصل والإلاستيكتيشوز بيخليش بيخلي البرونكاي تتمدد لكن مش بشكل كبير يعني بالشكل النورمل بالشكل إيش النورمل طيب يعني أعيد كأنك هلقيت يا أخوانا لو أنت بدك تجيب آه بربيش وتنفخ فيه تنفخ فيه هل رح يتمدد ممكن رح يتمدد إيش بسيط ليش لأنه عنده يا أخوانا مصل اللي تمسكه كويس وإلاستيكتيشوز طيب لو أنت دمرت المصل والإلاستيكتيشوز اللي موجودة في البرونكاي وروحت أنت أخدت نفس هذا النفس بعمل في البرونكاي طيب أخدت كمان نفس كمان ديليش كمان نفس كمان ديليش فبتعمل إيش يا أخوانا إبرونك إبرونك يكتسز إبرونك يكتسز طيب طب كيف بدي يصير الآن يا أخوانا كيف أنا بدي أدمر المصل والإلاستيكتيشوز باختصار شديد أنا يا أخوانا لسبب ما لسبب ما حاجة حناخد إن شاء الله الميوكاس كان موجود بشكل كبير جدا 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 في البرونكاي الميوكاس كان موجود بشكل كبير وين في البرونكاي مثلا طب ما هو الميوكاس تربى خصبة للإنفكشن فبتيجي البكتيريا بتعشش في الميوكاس فلما تيجي البكتيريا البكتيريا بعد كده بتروح وين على البرونكاي لما تروح على البرونكاي بتعمل ديستراكشن للوول تبع البرونكاي فبتعمل نيكروتايزنج ونيكروسز للسموث مصل وي والإلاستيكتيشوز فبيصير أنا عندي برونكيكتسز تمام طيب إذن البرونكيكتسز عبارة عن بيرميننت ضييييشن يعني بيكون يكوح وبلغم كبير وبلغم إيش كبير وفي الغالب لما يكوح ويطلع بلغم البلغم ريحته زفت ريحته بالمرة بصراحة البلغم بيكون ريحته إيش ما لها يعني بالمرة لو أنتو يا أخوانا متذكرين في الإنفيزيما كان الديليشن في الأسينار لكن في البرونكيكتسز الديليشن في البرونكاي اللهم صلي وسلم وبارك على نبيينا محمد أسباب البرونكيكتسز أول إشي بواسطة مثلا اتيومور أو فورين بادي أنا يخوانا أجه اتيومور أو فورين بادي على البرونكاي وعمل للبرونكاي أبستراكشن طبما هذا الأبستراكشن بيخلي الميوكاس يظلوا موجود يعني إيش بمنع الكليرانس تبع الميوكاس يعني مثلا أنا هاي البرونكاي مثلا أجه يا أخوانا اتيومور هان وعمل أبستراكشن عمل أبستراكشن فالميوكاس اللي موجود هان مش راح يقدر يطلع مش راح يقدر يطلع فبيصير انحشار يعني حبس للميوكاس الميوكاس امباكشن هذا الميوكاس لما يتجمع تربة خصبة للإنفكشن طيب ممكن يا أخوانا كون جنيتال أو هريداتيوري كونديشن زي سيستيك فيبروسيز طبعا مريض السيستيك فيبروسيز بيكون عنده يا أخوانا إيش الميوكاس very thick وبيكون كتير فالميوكاس بيكون very thick وكتير فتربة خصبة للإنفكشن طيب كونجنيتال إميونو دفيشيانسي الإميونو دفيشيانسي بيصير أنا عندي يعني ريكارانت إنفكشن واحد جهاز المناعة عنده ضارب فدايما بيصير عنده إنفكشن هذا الإنفكشن بيحفز الإنفلاميشن والإنفلاميشن بيحفز إفراز الميوكاس وخير كده الإنفكشن بيروح على البرونكاي وبيدمر المصل سيل والسموث مصل والإلاستيك تيشو سابورتد أيضا إخوانا في أنا مين اللي كان يتخلص من الميوكاس السيليا مين اللي كان يتخلص من الميوكاس ويعمل كليرانس للميوكاس السيليا اللي موجودة في الإبيثيليام سيل سودوستراتيفاد سيليتت كولامنا هلقيت هاد السيليا ممكن يكون فيها مشاكل زي مرض الكار الكار تاغ نار سندروم كار تاغ نار سندروم المهم هذا المرض بيكون برايمري سيليا ديسكاينيجيا يعني السيليا بتتحركش يعني أنا عندي مشكلة في السيليا يعني السيليا مش راح تتحرك وبالتالي مش راح تعمل كليرانس للميوكاس فالميوكاس بتجمع وبيعمل لي طبعا هو عبارة عن هذا المرض في السيليا بيعمل طيب الآن أيضا يا أخوان ممكن انفكشن نفسه يروح على اللنج يعني انفكشن نفسه يعني يعني ممكن الميوكاس يكون تربة خاصة للميوكاس أو الانفكشن نفسه يحفز إفراص الميوكاس يعني تخيل يا أخوان راحت athy tuberculosis mycobacterium tuberculosis راحت على اللنج وعملة انفكشن طبعا هذا مصيبة ليش عشان للتيوبركولوسيس بتحفز إيش إفراز الميوكس وهذا أصلا بكتيريان إنفكشن زي الكليبسيلة أو يخواننا الكورونا فيروس نفسها إيش بتعمل سيفير أكيوت ريسبايراتوري ديستريس سندروم الكورونا فيروس فممكن برضو الكورونا فيروس نفسها تروح تعمل إنفكشن وهذا إنفكشن تمام يروح يعمل دمج للسموث مصلوي الإلاستيك تيشوز طيب إذن بيكون أنا عندي أبستركشن هذا الأبستركشن بيحفز إنه الميوكس بيظله موجود وبقدرش أتخلص منه والميوكس طربة خصبة للإنفكشن فبيصير أنا عندي إكرونيك بيرزيستانت إنفكشن أو إنه الإنفكشن نفسه يعني سبب لبرونكي يكتسز إنفكشن نفسه يعني أجت لك لبسلة نفسها أجت استاف أوريس نفسها بدون ميوكس هي نفسها الاستاف هي اللي حفزت إفراز ميوكس فبيصير عندي irreversible damage للبرونكي بيصير irreversible dilation اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد إحنا قلنا السبب الأساسي للبرونكي يكتسز إنه إتراكم لميوكس لما تراكم لميوكس تربى خصبة للإنفكشن طيب لميوكس إخواننا تقيل لميوكس تقيل تقيل إله وزن فمع الجاذبية بنزل للآخر بنزل إيش للآخر فلميوكس بيظل يتجمع في آخر إشي يعني لو أنا هادي لبرونكاي لو أنا هادي مثلا لبرونكاي مثلا وهانا لميوكس يتجمع هان مثلا عشان لميوكس تقيل بنزل مع الجاذبية بنزل مع الجاذبية وبيصير الميوكس متجمع إيش هان فلما الميوكس يظلوا يتجمع هان فالإنفكشن وين رح يصير هان وبالتالي في الغالب الإنفكشن بيكون في آخر إشي في اللower loop والإنفكشن بيكون بايلاتيران يعني مثلا شخص عنده سيستيك فيبروسيس طب ما هو السيستيك فيبروسيس بيأثر على الرايت إبرونكاي وليفت إبرونكاي شخص عنده يا أخوانا إموطيل سيليا سيندروم أو برايماري سيليا ديسكاينيجيا أو التي بي أو الكليبسيلا أو الأواريس أو السيفير أكيوت رسبايوراتي ديسرس سيندروم من الكورونا فيروس طب ما هو رح يأثر على التنتين على البرونكاي التنتين فرح يكون بايلاتيرال بايلاتيرال ما عدا لو كان السبب عبارة عن تيومور أو فورينبادي ممكن يا أخوانا التيومور يسكر مكان معين فقط من البرونكاس يعني مثلا ممكن التيومور يسكر البرونكاي في الرايد صايد وليس في اللفت أو يا أخوانا لما طفل صغير بلع إشي هذا فورينبادي راح على اللفت برونكاي مثلا إذن بتكون إذا كان أنا عندي تيومور أو فورينبادي بيكون لبرونك يكتسز فقط في هذا الجزء يعني لو أنا مثلا هاي لبرونكاي اتفرعت وكذا ومش عارف إيش لو أجه مثلا تيومور بس هان إذن لبرونك يكتسز راح يصير فقط لهذه البرونكاي تمام إذن متى لبرونك يكتسز بيكون لوكالايز وسنجل سيجمينت لما يكون فورينبادي سببه أو تيومور طيب إيش بتلاقي بتلاقي دايليشن إيش يعني دايليشن يعني البرونكاي بضلة تكبر البرونكاي بضلة تكبر تكبر لماذا لأن كل ما تاخد هوا بيوسع البرونكاي كل ما تاخد هوا بيوسع البرونكاي بيوسع 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 بيصير دايليشن 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 ممكن يوصل الديليشن أربع أضعاف النورمل تخيل ممكن الضلة تتوسع لبرونكاي أربع أضعاف النورمل ممكن الضلة تتوسع لبرونكاي لبرونكاي الضلة تتوسع عبال ما تصل لبلورة عبال ما تصل لبلورة تخيل الضلة تتوسع عبال ما تصل لبلورة آه ممكن الأصل لبلورة بتحيط اللنغ وليس لبرونكاي لبلورة بتكون بتحيط اللنغ مش لبرونكاي لكن لو البرونكاي ضلتها تتوسع 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 تمام ممكن تصل إيش لبلورة اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد المورفولوجي المايكروسكوبك بيكتشر بيكون أنا عندي الانفكشن بيعمل أكيوت وكرونيك انفلاميشن أكيوت وكرونيك انفلاميشن وهذا الانفلاميشن بيكون إكزوديشن إكزوديشن فبيصير أنا عندي في الوال أوف دا برونكاي والبرونكيول فبيصير دمج وهو الانفلاميشن والانفكشن والانفلاميشن بيعمل دمج طيب فبيعمل دمج للإبيثيليل لما بيعمل دمج للإبيثيليل ممكن يعمل ألسيريشن حاجة من سميها ديس سكويميشن ديس سكويميشن فبيبعد قاعد بيبعد السكويما الصيل عن بعض بيبعد السكويما الصيل عن بعض تمام طيب الآن لو أنا بدي يصير لهذا الدمج هيلنج بيكون الهيلنج with fibrosis في البرونكاي وال في البرونكيول وال أو بري يعني حوالين البرونكيول طيب الآن لو هذا الانفكشن وصل على اللنج وعمل نيكروسز ودمج لخلايا اللنج بيكون بيكون أبسس ما أنتو عارفين أبسس يعني مع بكتيريا مع بكتيريا طبعا الكلينيكال فيتشر أكيد يا أخوانا راح تلاقي برزيستاند كاف وسيفير مع بيكون بيكون ريحته يا أخوانا بالمرة يعني بالمرة بصراحة بالمرة بيكون برضو ممكن يتلاقي عند المريض ديسبينيا أكيد أكيد ها راح تلاقي صعوبة في التنفس ما هو فيه إشي عمل عامل راينوسيانايتس راينوسيانايتس أكيد ليش؟ لأنه الانفكشن بروح على بيعمل برضو انفكشن في النوز بيعمل انفكشن في الصينص ما هو انفكشن بيعمل انفلميشن برضو ممكن يصير هيموبتسز تمام ممكن أنا يعني لو كان لو كان المشكلة لوكالايزد لوكالايزد يعني مثلا فونن بادي سكر مكان معين في البرونكيول وعمل برونكيكتسز مثلا تكون لوكالايزد بدخل بالجراحة وبشيلها بس لو كانت لوكالايز لوكالايزد بدخل بالجراحة وإحنا قلنا لوكالايز إما فونن بادي أو أو إيش أو تيومور أو تيومور تمام لكن لو كانت جينيرالايزد يعني في كل اللون بايلاتيرال في كل برونكاي بقدرش أدخل بجراحة إيش بدأ شير كل برونكاي عنده لا طيب طبعا يا إخوانا حيكون عند المريض Obstruction للventilatory defect وبالتالي حيكون عنده هايبوكزينيا هايبوكسيا وهايبر كابينيا طبعا مع ليش يا إخوانا سمحوني طبعا يا إخوانا هايكون عند المريض Belminary Hypertension ليش يا إخوانا أنت في عندك إشي بيسكر لبرونكاي فهذا بيزيد الضغط في اللانج لما يزيد الضغط في اللانج بيزيد الضغط على البلمونري كابلري وبالتالي بيزيد الضغط على البلمونري فبيعمل البلمونري بيعمل كور بلمونري الآن البلمونري آتري لما يروح على اللانج طب ما هو اللانج ملياني انفكشن بالبكتيريا فالبكتيريا بتنتقل على الكابلري فبتروح على البلموناري ذين يعني أنا هاي اللنغ البلموناري الارتري بيجي على اللنغ وبدو يطلع بالبلموناري ذين على الهارت صح ولا لا تمام فالبلموناري بروح على اللنغ بتحمل بالانفكشن بعد كده بطلع في البلموناري ذين بروح على الهارت من الهارت بضخ الدم على البرين طب لما يضخ الدم على البرين ما هو الدم مليان انفكشن مليان بكتيريا فبيعمل أبسس في البرين بكتيريا في البرين أيضا يخونا بيعمل حاجة نسميها رياكتف أميلويدوسيز إيش يعني رياكتف أميلويدوسيز أميلويدوسيز يعني باختصار طبعا يخونا وهذا بتعمل أي مكان في أميلويدوسيز حيعمل لأورغان فيلر لو واحد سألك طب ليش بيصير أنا عندي باختصار شديد انت عندك مش احنا قلنا ممكن يصير في اللونج فبيكون عندي دمج في خلايا اللونج ودمج في البرونكاي طب هذا ممكن يطلع لبروتينات لما يطلع بروتينات ممكن يعمل فبيعمل لي أميلويدوسيز لكن لو انت تلاحظ رير بيقول لك رير ليش بيقول لك رير يخونا زمان كان العلم مش متطور فكنت أشوفهم هدول هدولة كنت أشوفهم هدولة من ضمن الكومليكيشن تبعت كنت أشوفهم لكن حاليا مع تطور العلم ومع العلاجات بطلت أشوف هدولة الكومليكيشن بطلت إيش أشوفها بطلت أشوفها اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد الآن يخونا في حاجة من سميها الل VC بالأكلب السبب الأول مشاكل في الأكسجين فبيكون الأكسجين في الدم قليل السبب الأول أكسجين في الدم قليل بيعمل له السبب الثاني مشاكل في ال ال اللي موجودي headers طيب مشاكل في الأكسجين يعني مشاكل في اللانج أو مشاكل في الهارد مشكلة في الهارد أو مشكلة في اللانج بتقلل الأكسجين من اللي بلض فبتعمل clubbing of finger طيب الميل absorption في الجي اي زي بعمل clubbing of finger وهي يا أخوانا clubbing of finger clubbing of finger يعني الأصبع من فوق بطلع لبرة بطلع لبرة من هان بطلع لبرة شايفين بطلع لبرة تمام ومن جوة بدخل لجوة من جوة بدخل لجوة المهم يعطيكم العافية جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته